اللي انتم متخيلين شيل التقيل الواقع اللي مش مزبوطة وعلى فكرة أنا ملاحظ إن إحنا عندنا فقدان لقيمة إماطة الأزة عن الطريق إماطة الأزة عن الطريق إحنا مش فاهمينها غير في إن الواحد يعني لو شاف مثلاً شوات زبالها يشيلهم بحطوم عادة أزة بس في أزة أكبر من ده الأزة الأكبر حجر محطوط الأزة الأكبر لو واحد حطت في سلمة مكسورة مش حطتها يعني مسؤول عن مبنى معين وفي سلمة مكسورة الإنسان ممكن يتبهدل لو وقع من على سلمة خصوياً لو كان كبير في السن يعني سهل أوي قدامي مثلاً أنا طلع من فندق من فندق هو مش فندق مشهور فماشي فجأة كده رجلي اتعطرت في تلت وار المفروض قدامي يعني مثلاً أنا هو شوف الواقعة تعمل إيه؟ الواقعة تعمل بلاوي الواقعة الواحد ينزل الواقعة على طول بقى طالما بقى مها اللي عمل السلم ده مش واخب باله إن حضرته لازم يكون الحاجات ملساء ومظبوطة لازم كل واحد يراعي ضميره وهو ده إماطة الأزمة ده عمل سلم فيه أزمة بصي الرقبة ممكن يحصل فيها إيه؟ سهل جداً تكسر لو الواحد وقع من على تلتوار أو يقع من على سلم عالي شوية ممكن يحصل له يعني كسور كسر طبعاً مشكلة الفقرات ضعيفة جداً في كل حتة القطنية والعنقية ما تفتكروش إن الفقرات قوية قوي تقدر تتحمل الواقعات دي والسبب بيكون إيه؟ واحد مش واخب باله من شغله واحد مش سايب بشوات مية قدام مصلحة حكومية حد نازل تزحلق بنت بتعمل شغلها مثلاً بتشتغل تمسح الترفزين ولا بتمسح بتاعها ما مسحتش تمسح السلم ما مسحتهش كويس واحد يعني ينازل يتزحلق ينزل درب ويدفع تمن غالي جداً الزوجة لما بتكونش عندها دقة في إنها وهي بتعمل شغل البيت تحط كل حاجة مكانها وتعمل شغلها صح لو هي اللي بتعمل نفسها أو عندها حد بيعمل يراعي نفس، يراعي النفس اللي ماشى في الأرض دي قماطة الأزعنة طريد يا جماعة حاجة مهمة جداً وإلا تمن أكون خالي وزي ما هرجع تاني أقول جسم الإنسان مش قوي زي ما أنتم متخيلين يشيل الغلط والقعدة الغلط بكلها حاجات بيجبت فتمنها غالي جداً النهاردة حوار مسير للغاية عنوانه الغضروف أين يذهب بنا هذا اللئيم؟ هذا الشقي؟ هو الجميل لما بيقوم بوظفته لكن يبقى أشائي ولقيم لو ما عملش لو وصيفة أو تحرك من مكانه هيعمل يخلي نسمى ينامش الليل نهاردة حوار مسير للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات العام منذ الفقرية والجراحات المخ والعصاب اسم لا بتاخر بوجوده معنا المؤسس دكتور محمد صدية ويني أهلا بيك دكتور محمد بيك أنا بحراج الصدية مبرح كنت هاوع كنا نعمل هي النهاردة؟ يا باشا بحاجات قصرت على صوتي لا يعني الناس عندها لا مبالاة في وضع الأشياء حجر ركنينه عشان يركن عربيته الباشا قدام المحل تمن بيكون خير سلم ما حد غسل وساب المية من غير ما ينشفها حد ينزل ياخدها هي هو تفكير يعني امشي في أي طريق في الدنيا كلها هتلاقي الطريق دايما مستقيم وماشي بهدوء وثلاسة هنا هتمشي في طريقة ايما حفرة ايما مطب لا ايما الطريق نفس ماشي مطب ممكن مطب عند حتة قدام مدراسة قدام بس حاجة لها ارشادة لكن مطب في مطلع كبرى ما تلاقيهوش مش كده قدامكم انا قدام مدينة اللي تاج العلال مطب مثلا خمس مطبات في خلال مئة متر انتكلت الاولان وقلت الحمد لله بقى اكمل بقى وامشي مفيش حاجة تانية اكيد اتنين تلاتة واربعة كلام ده طبعا زي ما بيكسر العربية ويكسر الكويتش بيقطع في البناء ادم الحقيقة وممكن يكسر في البناء ادم وممكن يسبب تلفات كبيرة جدا على مستوى العمود الفقري وعلى مستوى المخ كمان يعني احنا ما نساش ان احنا الموضوع بتاعنا دايما هو المخ والعصاب والعامود الفقري ده حاجة مهمة جدا وحاجة غالية اوي وحاجة قيمة جدا يعني خبطة صغيرة مع مطب وكده والرصد خبطة كده يجي اللي نزيف في المخ يجي اللي ارتجاج في المخ يجي اللي كسر في الرقبة يجي اللي كسر في الفقرات القطنية والعجازية اللي كتير جدا دلوقتي مسلا مشكلة الام الضهر والناس دي ما انت تتساءل يعني طب لي يعني ده انا عمري ما شلت شي اللي تقيل لا هو ناسي ناسي ان هو وقع مرة بالعربية في حفرة او ركوب المواصلات اللي هي اللي فيها مشاكل كتيرة زي العربات الصغيرة والحاجات دي وموتسيكلات والحاجات دي وخد بها مطباط وتزحلق ووقع الحاجات دي كلها ما بتسيب أثر ست البيت اللي في البيت اللي هي بتتزحلق في السيراميكو وزحلقة نازلة السلم حاجات مشهورة جدا الزحلقة وانت في البانيو والزحلقة وهي خارجة من البانيو انت عارف؟ ده دي كده بتبقى يعني بصمة معارفينها يعني في الناس والحقيقة بيبقى لها مشاكل بقى كبيرة جدا ما المقصود بالغضروف القطر يعني ده ما يحدث فيه إصابة انتم هو هو تركيب العمود الفقري الحقيقة يعني بديعي جدا وربنا خلقوا في تكوين رائع وعظيم يعني هو عبارة عن مجموعة فقراتية يعني المنطقة القطنية هم عبارة عن خمس فقرات خمسة بس والخمس فقرات ما بينهم خمس غضريف يعني فيه غضريف كل ما بين فقراتين فيه غضروف والغضروف ده ببساطة جدا هو عامل زي الكويتشا كده هو عارف زي زي الدونالتس كده اللي هي المدورة ومحش حاجة يعني عارف جواه حشو هو بيبقى عبارة عن من بر حلقة من الالياف فايبر كده وجواها مادة جيلاتينية التكوين بتاعها اللي ربنا خلقوا علشان تتحمل الصدمات تتحمل الضغط وتتحمل التحميل الفيرتكاللودنج اللي هو التحميل الرأس على عمود الفقر بمعنى ان انا لو شايل انا بحمل على ايه؟ على الجزء بتاع الغضروف الفقرات لانها صلبة بتنقل الضغط بتاعها على المنطقة الليينة او الضعيفة في العمود الفقر هو الغضروف الحقيقة فسبحان الله فالغضروف يتضغط جميل جدا مع تكرار الضغط على هزا الغضروف بيحصل حاجتين نمر واحد بيفقد السويل اللي جواه يبدأ ينشف الغضروف ده جواه حوالي كم وتسعين في المية منه مية تبدأ كمية المية بتاعته تقل مع كتر الضغط اللي عليه بيتعصر المية بتاعته تقل فيبدأ يحصل حاجة بما يسمى تشقق في الجراب اللي في اللي حواليه يحصل هنا فيل يا ربا زي ما يبقى عندنا مثلا الفرد الكويتش بتاعت العربية مع كتر الحمولة عليها تبدأ تطق وتحصل فيها شرخي كده بالطول او حاجة وبعد شوية تلاقي الجزء الداخلي يخرج منك ده اللي بيحصل عندنا اول حاجة هينشف المية بتاعته بتقل تاني حاجة تحصل للإصابة اللي هي القطع طيب الموضوع ما بيوقفش على كده هو اللي ماشي ما بين الفقرات وبعدها ده اسمه عصب العصب ده مفروض له مساحة يتحرك فيه لما بيحصل هذا التضاغط المسافة دي بتقل فيبدأ العصب ده ينضغط ما بين الفقرات ويبدأ الغضروف ده يتحرك يرجع لورا فانضغط ما بين العدم وهينضغط كمان ما بين الغضروف تبدأ الفقرة نفسها تضعف يعني اللي بيمسك الفقرة الغضروف جزء من الحاجات اللي بتربط الفقرات ببعضها فالفقرة تضعف فعلشان تقوى تاني الفقرة تبدأ الأنسجة او الأربطة تتضخم اللي هي مسكة اللي هي البنسمال لي جيمنز تبدأ تتضخم علشان تمسك الفقرة أكتر لما بتتضخم هتضغط أكتر على العصب يبقى العصب انضغط من الغضروف انضغط من ضيق المسافة من الفقرات انضغط من الوسيلة الدفاعية بتاعت الجسم نفسه اللي هو من الأربطة انضغط لما الغضروف بدأ يتآكل والعظم بدأ يضغط على بعضه ويكحد في بعضه وتنزلق الفقرة فبدأت تشد على العصب كمان العصب في الآخر اتفعص جميل جدا انضغط جامد جدا بدأ يحصل فيه مشاكل وهو ده اللي بيدينا من البداية الألم اللي الناس بتسميها زي عرق النسا أو التغاب العصب الوركي أو المتلازمة الكومسرية أو حاجات كتيرة جدا مسميات كتيرة جدا جات في المنطقة دي بس هي خلاصتها ان يبدأ يحصل ألم ممكن تحصل في الظهر ده ربعين للستين في المئة من الناس بي عندهم ألم في الظهر في ناس عندهم كل المشاكل دي كلها وما يجيلهمش ألم في الظهر ويبدأ يسمع في الأطراف وكلمة عرق النسا انت عارف كلمة عرق النسا دي أطلقت سنة كم؟ من 1451 يعني احنا بقلنا أكتر من 600 سنة الناس متعارفة عندها كلمة عرق النسا ده حقيقة هو النسا ولا النسا؟ هم كانوا بيسموه عرق النسا يعني عرق النسا بس هي تطورت الترجمة بتاعة العصب السياتيك نورف اسموه عرق النسا فهي جات بقى عرق النسا والنسا من الستات اللي هم كانوا بيوطوا وبيشتغلوا وبيشيلوا كتير وكان فيه صورة في الكتب الأديمة دايما نيجيب لك الستة أو ربة المنزل وهي قاعدة على الأرض وعلى ركبها وبتمسح في البلاط أو بتمسح الأرض كده وبتعمل فده كان بيضغط على الغضروف وفي نفس الوقت انت بتعمل أقصى اختبار العصب انت عارف أقصى اختبار العصب ايه؟ انك تتني الرجبة لفوق الرجل لفوق كده كأنك بتضمها على بطنك وفي نفس الوقت انت تاني الرجبة من تحت وضم دي على ناحة البطن فانت بتشد على العصب اللي وساعتك نارف بتعمله ستريتش نجامل جدا عشان كده أهم اختبار عندنا في تشخيص المريض هو ايه؟ بنسميه ستريت ليجريزنج نام ورفع رجلك أنا مجرد ما شدته بدأت هرفع رجله العصب هينضغط مع الغضروف هنا اللي بيحصل بقى في العرق النسا الغضروف شايف الخطوط اللي بالعار دي بدأت يطققه تشقققات خرج من برة الجسم عايز يمسك يحصل زواد عظمية يحصل ضيق على مستوى العصب العصب تزنق شايف السويسة اللي ربنا خلقها الطبيعية دي معدتش موجودة مع الحركة الفقرة تنزلغ إلى الأمام وتحركت كل ده بيضغط على مين على الغلبان اللي خارج اللي هو زي كابل الكهرباء كده فيبدأ يدينا إشارات عصبية قوية جدا تسمع في الأطراف يعني فيه ناس بيبقى شكويته وقالك أنا بحس بكهرباء بحس بتنميل بحس بخدلان وبيوصل لحد فين بقى صبعي الكبير لأ صبعي الصغير لأ مشت الرجل لأ القدم بتعرج يعني زي ما بيقوله ويزود الطيم بلا أو يعني أضف إلى الشعر بيت إن اللي بيحصل أكتر في حياتنا اليومية إن احنا مبطلش شغل سواء رجالة أو ستات ست البيت عندها حمل متكرر وكل شوية فيه حمل وفيه شغل في البيت وفيه خدمة لولاد وفيه مسؤوليات المنزل وفيه اللي بتشتغل وبتقضي شغلها وأول كلمة بنيجي نقولها حضرتك لازم راحة في العلاج تقول لك ته بجيب الراحة منين ته بريح إزاي ده أنا عندي ربنا يخلهم لك وربنا يقويك عليهم بس يعني المرض ما بيعذرش المرض مش هيديك أعذار علشان ده انت عندك أربع خمس عيال وبتخدمي فيهم وبتخدمي في أبوهم والبيت فيه كبير ومش عارف إيه عندك شغل وبتنزل شغلك وبترجع أو بتركبه مواصلات مش هيديك عزر هو لا هيديك بقى الأعراض بتاعت المرض انذار في الأول وجع تنميل خدلان الإحساس بالكهرباء الإحساس بالتقل بعد شوية بقى التقل بقى ييجي هنا العضلة العصب العضلة دي بتشتغل إزاي فيه الكبل الكهرباء اللي بيوصل هو العصب العصب مش هيوصل الكهرباء لإنه انضغط أو لو هيوصلها بيوصلها بطريقة خاطئة تبدأ العضلة ما تشتغلش أقوم الصبح مش عارف أخد أمتي أنزل من السرير مش عارف أقف كنت قاعد في العربية أجي أفرد وسطي أو قاعد على المكتب بل مطلع كده والعضلة تفرد معي وابدأ أخد خطوتين الموضوع بياخد وقت ودي شكوى الناس مش رابطها بالضهر ولا رابطها بالغضروف بعد شوية تبدأ العضلة دي من ضعفها تبدأ تخس يحصل ما يستمد أمور في العضلة تلاقي الرجل بدأت تخس عن الأول يقول لك شايف أنا لما بمسك العضلة بتاعت السمانة بتاعت الرجلية خسط ما عددتش زي زمان ها العضلة بتاعت الكاف ماسلز من تحت اللي هي التحتانية دي بتاعت الرجل بدأت تخس السمانة بدأت تخس العضلة الرباعية من فوق بدأت تخس القاعدة بتقول العضلة التي لا تعمل بشكل كف بتضمر بتضمر والضمور بتاع العضلة ده بقى بيمر بمرحلتين الأول يبقى فيه نسبة ضمور لكن فيها قوة يعني تقدر تتحرك بعد كده ضمور وتفقد القوة يحصل فيها ايه؟ ضعف يجينا في الآخر المريض ماسك عصايا الأول بعد كده ماسك بتاع اللي هي العامل زي حرف يو دي تلسنادة ديا بعد شوية ده جاي متشال أو متسند على حد أو جاي على كرسي بعجل هل الناس بتفكر برحلة الإهمال بالضبط بقى هل الواحد قبل ما بيصل إلى هذه المرحلة بتاعة كرسي بعجل ده بيفكر ممكن يحصل له ده؟ لا احنا ما عندناش الرؤية المستقبلية للمرض إن المرض بيتطور المرض بيتطور والمرض بيزيد واللي بيحصل للناس كلها ما هممكن يحصل لي احنا عندنا دايما لا أنا بشوف الناس بكرسي بعجل بشوف الناس ماشية بكيس بول في ايديها وما عادتش بتتحكم في الاخراج بتاعها بشوف الناس عندها مشاكل كتيرة جدا لكن أنا عند الغضروف بقى لعشرين سنة لا مش هيجيلي ليه مش هيجيلك؟ وبعدين تسمع العجب يعني أنا الغضروف ده معايا ده من عشرين سنة قالوا لعملها وأنا مرضتش وهربت من العملية لأ برافو عليك انت هربت ده انت شاطر جدا طب هو الهرب ده قدى إلى ايه بقى؟ الغضروف كبر الفقرة بقت سايبة الفقرة تحركت من مكانها اهو شوف عندنا هنا اهو اللي بيحصل الفقرة انزلقت الفقرة يعني بدأت بنزلق غضروفي وعلى فكرة انزلق الغضروفي مش كله درجة واحدة ده أنا عندي خمس درجات من الانزلق الغضروفي تلاتة منهم قابلين للعلاج فعشان كده لازم نتدخل فوقت من الأوقات يعني عشان نطمن الناس بنقول ان تمانين في المية من علاج الانزلق الغضروفي طالما ان احنا في البدايات بتاعته بيتعالج علاج دوائي وبيخف لكن ببقى مبسوط جدا لما يجي لي واحد بقالي يقولك انا بقالي عشرين سنة وانا عندي الغضروف وجاي عايز برضو بكمل دواء انت ما جتش إلا لما كل أدوية فشلت يقولك انا كل ما اجرب حاجة ما عادتش بيجيب نتيجة طيب اللي فضلك عندي ايه؟ ان انا ممكن اقولك على تدخل نبدأ هنا بقى فترة المقوحة والفقرة بتاعت الرفض لا اصلهم بيقولوا العملية بتعمل يا باشا ما انت العملية بتشل طب ما انت هتتشل من غير العملية العملية هيجيلك سخوت في القدم من غير العملية احتمالات ان ده يجيلك في العملية النسب بقى قليلة جدا لا تتعدى من واحد لخمسة في المية ده عالميا يعني في الدنيا كلها المضعفات دي وارد انها تحصل ولكن لو انت ما عملتش العملية ده هيحصل لك بنسبة مية في المية فالتدخلات النهاردة الحديثة بقت جميلة جدا في كمان دلوقتي بالتدخلات اللي هي بحدودة التدخل جدا ما كل شغلية النهاردة باقينا بتشتعل مبدئيا يا ايما يا ايما نظير يا ايما جراحة ميكروسكوبية والاتنين دولة فايدتهم كبيرة جدا يعني هنا مثلا ده مريض عنده غضروف وهتشوف دلوقتي الغضروف عاملي في العصب بندخل تحت الميكروسكوب الجراحي فاتحة صغيرة جدا بنبقى شايفين بالعدسات ده الغضروف هو شايف ضغط العصاب وحدفها على جنب وفعصها ما بينها وما بين الغضروف ما بين العضم انا دخلت شلت عملت زي نافزة صغيرة جدا في العضم بدخل بالدريل كده واوصل لمنطقة الغضروف اشيله طيب الكلام ده ينفع والعضم بتاعي قوي طب لو حصل شرخ في العضم زي اللي شفناه من شوية مش هتنفع هزي الطريقة ده اللي لازم ادخل بقى جراحة ميكروسكوبية وفيها فتح وادخل واعمل تسبيت والنهاردة التسبيت بقى ضرورة من ضروريات التدخلات الجراحية لان احنا النهاردة ما بنشوفش العيان اللي عدى هزي المرحلة بتاعة الغضروف بس غضروف بس ده ما عندناش منشوفها كتير بنفرح اولا ما لقى عندي جاي لغضروف آآ المريض بغضروف بس فقط لغير يعني ده جاي مبكر ده عملية جرحة ادخل واشيله وساعة زمن طلعنا من العملية زي الفل وريقين تماما بعد ثلاثة يام انزلت شغلك ومارس حياتك دي بنسميها تدخلات محدودة ممش كده لكن لما بيجي اللي بقى عنده بدل غضروف خمسة جبتهم ليه اصلا ما بيجوش خمسة مع بعض ده الخمسة واحد وسبناه بيجيب التاني لا ده جالي بقى والفقرة بدأت تتحرك مع بداية الحركة في البداية اقدر عمل له حاجة زي كده دكتور عين ايه دي شايف الدباسة اللي احنا عاملها ده دي بجيب الفقرة بدأت تسيبها ده المفصل بتاع الفقرة المه على بعضه الاول عارف زي النجار اللي بيعمل حتتين خشب ويلزقهم في بعض بيجيب حاجة كده زي بيسموها الامطة كده تجيب الحتتين دول ويلزقهم في بعض واعمل سقب ها ده برضو بالجهاز اه هدخل اه انا انا لميت الايه المفصل ها كان مفتوخ خالص ها قفلته شايف المنزل ها قفلناه طيب بعد كده بعمل سقب ما بين المفصلين دولا قدام ورا انا حاطت ورا المفصل التحتاني ده خلي بالك لسبب لان العصب ماشي وراه فانا باحمل عصب ببقى حاطت حاجة كده علشان احمل عصب اللي هي عاملة زي ايه الهوك دي باحمل بيه العصب وبدخل بعد كده مصمار صغير ها عارف اه انا بعمل السقب هوت اللي موجود جوه العظم نفسه في المفصلين المفصل بتاع الفقرة الفؤانية اللي هو الاولين اللي تحتين مفصل بتاع الفقرة التحتاني اهو كان بدبس الحات دي شوف الدبوس بقى جاي اه دبوس فعلا ما جاي دبوس اهو اهو على شكل مصمار اه دي من الحاجات الجميلة جدا بس لها وقت يعني ما تنفعش في الافدرجة اولى ولا افدرجة تانية ولا افدرجة تالتة دي بنسميها لما يبدأ تزحزح جول مفصل نفسه واخد بالحركة دي نقدر نشخصها بالاشعات وبنعمل حاجة بنسميها دايناميك فيوز اللي هي ايه الاشع الحركية اه في وضع الحناء بتاعه بص المصمار هنا انا جبت المصمار اهو بتدبسة برضو ديا بابدأ ادخله بحيث انه يعدي النحيتين ها يبقى انا مساكت ولميت الجزء ده على بعضه ولازم اعمله على النحيتين يعني يمين وشمال يعني انا لو عندي المفصل الشمال بس هو المفتوح ما اقدرش اعملها كده بس في الشمال اللي واحده لازم اجي على النحيتين واعمل وابدأ اعمل هزا الكلام ده اللي بنسميه ايه تثبيت على مستوى المفصل بتاع الفقرة طيب دي اول درجة من درجات الجراح الموضوع الفقرة سايبة ومش فقرة بس ده انا دخلت بفقرتين في ثلاثة فا اربعة فخمسة طيب ايه رأي حضرتك ساعد بنوصل لست فقرات فساعد فقرات وعدينا المنطقة الصدرية كمان ها لازم نعمل حاجة تانية بقى بنسميه تثبيت المتعدد تثبيت المتعدد ابدأ ادخل نفس الفكرة كده وبين كل مدخل فقرة يمين وشمال وابدأ اركب اللي بنسميه دعمات الحركات ممكن اركب على مستوى فقرتين ها على دي دي مثلا فقرتين الفقرة الخامسة والعجزية الاولى اهون بابدأ اجهز نفسي طبعا لها مدخل بطريقة معينة يعني انا مش زي حتة خاشبة باربط فيها كده ده انا عندي حوالي اعصاب وشريين وكمية اوعية دموية واوردة حاجات جحيم يعني لان اللي قدر اه بجد الناس عال بتقوم تخيل الموضوع سهل وبسيط لا اهو مش سهل هو يعني هو بقى سهل لان ربنا سبحانه وتعالى سهل هنا الحقيقة لكن موضوع معقد جدا واحتمالية المشاكل فيه وردة واخد بار حركة اه اعملنا كده دخلنا بالاجهزة ولازم بيبقى فيه مصارات معينة تقدر نمشي فيها وصلنا نبدأ بقى شايف ده الفقرة اللي سقطة ديت انا برجعها الوراء وبشدها ابدأ شدها وما ينفعش تشدها فجأة لانك لو شدتها فجأة ممكن العصب اللي هو بقى مرخي ده يقوم جاي عامل زي حرف يو كده وحتى منه تقوم دخلها تحت الفقرة مفصول معايا فيه لازم زي ما بقول كده انت بترجع دي وبنفس الوقت انت بتشد العصب ايدك عليه العصب رجعه بالراحة خارز بالطريقة طبعا تجري راحة ميكروسكوبية انت مش بتشد كده لكلها اجهزة والرؤية عندنا هنا مكبرة عملنا التسبيت اهو يبدأ نقعد تاني من التسبيت طيب لو عندنا ثلاث فقرات اربع فقرات خمس فقرات اهو شو بقى خاصيط المسمرات ده عمل ازاي؟ بيتحرك في رينج موفمت في رينج موفمت خمسة واربعين درجة شمال خمسة واربعين درجة يعني بيجيب تسعين درجة يمين وشمال وفقه تحت كان زمان بيخافوا من التسبيت على السنو هيلمت ماهو كان اسمه تسبيت عشان كده صاموا ده ده بيسموه تسبيت حركي ومعديتش الشريحة المخرامة اللي هي كانت حت حديدة فيها خرام دي تلا بقى الموضوع حين عبارة شوف دي السامولة بتاعته لها سريشن بشكل معين عامل زي النجمة كده والنجوم دي تلاها وظيفة مهمة جدا ان هي بتضغط بدرجة معينة وتمنع انها تفك هي بتعمل لوك لوحدة دي ما نعرفش ان فكها كده الا بجهاز بتاعها يعني انت ربطها خلاص هي قفشت على كده وقفت على كده مش هتفك تاني ما تفكش الا لو انا فاتح جوه وفكها لكن في انواع طبعا بتبقى رديئة جدا يعني ممكن يعني نعمل اشياء بعد شوية تلاقي جينا ناس كده اه مصمار مقسوم تلت حيطة ومفكوك شوف ده التركيبة بتاعتها بقى في الاخرها هي اه شايف رأس المصمار متحركة ودي تكنولوجيا اول ناس دخلوا الكلام ده كانوا الالمان المان والامريكان اه عبلوا الكلام ده بس الالمان هم البيونير والحقيقة برضو اللي متقادمين جدا في هذا المجال دوها الفرنسويين يعني فرنسويين يعني كانوا من الناس السبقين في جراحات العمود الفقر لكن هيها مشهورة ان الماتيريالز الالماني دايما بتبقى دلوقتي ارخص في التكلفة وفي نفس الوقت مور ديرابل يعني يعني بتستحمل وبتشيل لان دلوقتي بقينا كمان مش مجرد نح نعمل عملية ده احنا العملية بنفصلها يعني ايه بنفصلها انا بس اقل حركة الحركة بتشتغل ايه اصل اللي قاعد على مكتب واللي قاعد قاعدة مريحة غير اللي بيشتغل في في اعمال المعمار مهندس وبينط من على سقالة عامل وبيشيل حاجات على على كتفه واحد بيسوق عربية مسافات طويلة جدا لا الموضوع بيختلف يعني بقى عارف انت ايه والحاجة التانية في التفصيل بتاعتنا بنشوف الوزن يعني اللي وزنه ستين كيلو وسبعين كيلو غير اللي وزنه مئة وعشرين كيلو الحاجة التالتة بتشوف كسفت العظم العظم ده مثلا انت بتركب المصمار ده او الدعامة ديان جوه عظم هل العظم ده قول لضعيف ما يفرق يعني انت لو عندك مصمار بتحطه في خشبة والخشبة دي ضعيفة وبايشة ومخلوع كده ما هو من اقل حركة هيخرج اما هيكسرها طيب لو لو هي قوية ومسكة نفسها يبا انت ضمنت الامان له طيب لو الدنيا سايبة وغزبا عنك لازم تسبت فساعتها بنعمل حاجة بقى تانية بنسميه المصمار ده فيه في المسامير دي ان انا ممكن نحقن جواها بنحقن مادة زي السمغ كده مادة اسمنتية قوية جدا هتدخل تمسك المصمار وتفي الفقر يعني العلم دايما بيوجد لنا الحلول بس احنا نسمع كلام العلم انت اسعدتني كلا عادة بحوارك المؤمن ده ده وكلنا اقول لكم انه الحلقة دي متصلة بالحلقة اللي فاتت اللي هو العلم ده فقر كله غضروف العنخ النهاردة المرة اللي فاتت غضروف القطنة فلازم نذاكرهم الاثنين مع بعض لازم نرجحهم الاثنين مع بعض الاعدة والنوم الغلط بتسبب مشاكل عاليفة جدا وضعية الرأس الخطيئة فيه ناس بتدخل تتفرج عليهم قاعدين في كافيه قاعد عامل كده بيتفرج على تلفزيون او بتاعي عامل كده ده ما عربش جايب الاعدة دي منين في في البيت طريقة المزاكرة الغلط طريقة شيل الشنطة للاطفال غلط طريقة الاعدة في المكتب غلط حاجات كتير غلط ممارسة رياضة الغلط في ناس اه في ناس في الجنب بتتحرك في ناس بتشيل حديد يقعد يشيل حديد ويقعد يشيله على رقابته يا دوبي طالع بوست البيت اللي بتشيل مرتبة على رقابتها وتطلع بقى الدور الثالت عشان تنشار وفي ناس شغلوهم كمان يا بوس لقى واحد رفيع شيل 16 شكرت اسمنت فوق دماغه وطالع بيهم الدور مش عارف الرابعة والخمس سلقافة تشيله على الراس دي غريبة جدا عندنا ما عارفش نعم ان الوقت كل ناس بتبني مأدوات مأجهزة لا لسه ما نزال الطوب يتشال كده لا الله يعنهم يعني الله يعنهم بس يعني انا بقول المقاولين والناس اللي معاها فلوس المهندسين والشركات والمقاولين اللي هم بياخدوا البهاريس كلها يحنوا على الناس اللي غالبا دولوا يجيبوا لهم الأجهزة اللي شيل الحاجة الغالبان ده غالبان جدا اصلا بتخيل يعني مسا بيبقى يوميوتهم مية ولا مية وخمسين جنيه اه ويجي يتلطف عملية من دولة تضيع له اللي عملوا كله طول العمر ويستلف ويشحت ويبقى حالته حالة ويبقى صعب جدا يعني بيبقى الوحي نفسه ويساعد بقدر ما يستطيع وغير كده كمان هو بيبقى خلاص اصلا لما حد اعاقى ممكن مقدرش كامل شو هو مش هيعرف اه هو متخيل انه ممكن يعود الى الشيل ده تاني هنقول كلمة هقولها ايه شوف الاسباب اللي وصلتك لده ابعد عنها ابعدها وإلا هنحصل على نفس النتيجة تاني اصلا عملية مش ضمنك تعيش العمر كله سليم لا العملية عملت عشان تنقذك من مضعفات حكات هتحصل بس حافظ عليها عشان محصلش ارتجاع للغضروف تاني ولا ارتجاع للمرد تاني موورتني وعيس عبتني ضيف العزيزي للسوء دكتور محمس ديه ودي كان في الناس الحالو خليكوا دايما محمس الحالو